نعم بعد ما خلصت تصوير الفيديو طلع الأوتوفوكس طفيان فراح عمل الفيديو بطريقة تانية الطريقة القديمة ودى علامة ويندوز المزعجة بدون ما تدفع سعر مفتاح كامل بإمكانك تحصل أفضل أسعار مفاتيح ويندوز من CDK Deals باستخدام كود الخصم الخاص بالقناة SNKRT بعد ما تحصل المفتاح اكتب Activation Settings في مربع البحث حط المفتاح هنا وانتهى الموضوع تفقد الروابط تحت بالوصف لتحصل أفضل العروض والأسعار من CDK Deals السلام عليكم واهلا بكم بحلقة جديدة من سلسلة الأسئلة السلسلة اللي بنجاوب فيها على أهم أسئلكم المتعلقة بالبي سي والتقنية اليوم الحلقة فيها ثلاثة أسئلة متكررة كتير لأنه الشهر الماضي كان فيه كتير أخبار مهمة ما غطيتهم بفيديوهات أخبار لأني كنت مشغول السؤال الأول متكرر هل لعبت ستارفيلد وإيش رأيك فيها؟ نعم لعبتها ستارفيلد من الألعاب اللي أعادت حرب الكنسولات جماعة الأكس بوكس بيقولوا لعبة الجيل وجماعة سوني بيقولوا لعبة سيئة ورأيي بالنص لهي لعبة الجيل وأكيد اللعبة موسيئة لكن فيها سلبيات واضحة وتؤثر على التجربة فكرة اللعبة من الأساس باينة من الاسم ستارفيلد أو حقل النجوم وإذا متوقع مغامرة فضائية بالمجرات رح يخيب ظنك لأنه من أول ساعة لعب رح تكتشف أنها عبارة عن خريطة كبيرة مع الكثير من شاشات التحميل لدرجة أنه في ناس سموها loading screen simulator يعني شايفين هالمجرة الكبيرة وهالأنظمة الشمسية الرائعة بدك تنتقل لنظام شمسي ثاني شاشة تحميل تدخل على كوكب شاشة تحميل داخل الكوكب تدخل على مبنى شاشة تحميل داخل المبنى في باب ثاني شاشة تحميل بدك تدخل على كهف تحت الأرض شاشة تحميل هي شاشات التحميل مش طويلة حتى على الكونسول بفضل SSD لكن وهم المجرة الكبيرة وأحساسك بمغامرة المجرة بينكسر من أول ساعة القصة الأساسية أوكي بس فيها تكرار كثير عبارة عن جيب الأرتيفاكت الأولى وبعدها جيب الأرتيفاكت الثانية لحتى نعرف سر هالأرتيفاكتس والشخصيات أغلبهم تمام الحوارات أوكي قتال السفن الفضائية أوكي بس ما فيه جي مميز لكن تعديل السفن فيه تخصصات رهيبة بس بشكل عام بما أني ما استمتعت بقتال السفن ما تعمقت كتير بتخصص السفينة لكن هاشي لا يعني أن اللعبة سيئة لا أكيد لأنه حس الاستكشاف والمهام الجانبية إدمان لأبعد الحدود تخصص أسلحتك سفينتك وشخصيتك هاي أشياء تبدع فيها بثزدة واللعبة ببحر من النواحي بأحد المرات كنت بلعب مهمة أساسية وبالطريق صادفت شخصية جانبية أعطاني مهمة معينة المهمة كانت في كهف خلصت من المهمة وطلعت من الكهف صادفت وحوش فضائية وأنا بحارب الوحوش الفضائية نزلت سفينة قراصينة جنبي هالأحداث كلها عشوائية وبدون مبالغة كانت من أمتع الأوقات اللي قضيتها بلعبة لكن للأسف ممكن اللعبة هيك في كتير كلام عن ستارفيلد ما رح أقلبها مراجعة ممكن أقول ببساطة إذا لعبت ألعاب بثزدة السابقة وعجبوك مثل فالا أو توسكايرم بدون أدنى شك رح تد من ستارفيلد لكن إذا ما لعبتم أو نوع هالألعاب ما بيستهويك ما بعتقد ستارفيلد رح تغير رأيك وإذا بدي أختصر هالكلام برقم بعطيها 8 من 10 السؤال الثاني المتكرر هو إيش رأيك بتسريبات أكس بوكس وبالأخص رأيك بتحديث الأكس بوكس سيريز اس والأكس بصراحة ما فيهم شي محمس أبدا نفس الأجهزة الحالية مع شوية تحسن بصرف الطاقة بفضل انتقال لدقة تصنيع 6 نانو متر وزيادة مساحة التحزين يعني تحسينات صغيرة لا تذكر أنا كنت متوقع يكون فيه تحديث برو مثلا يقدم جرافيكس أقوى من السيريز اس لكن ما فيه الأجهزة المحدثة رح تكون بنفس قوة الأجهزة الحالية لكن الشي المحمس هو الكنترولر شكلها واحد وحمسني أجربها وفيها أشياء جميلة مثل البطارية القابلة للشحن والإزالة أكتر شي اشتكيت منه بقبضة الأكس بوكس وبطارية الدبل اي هذا شي ممتاز وأيضا فيه مزايا جديدة مثل تخصيص الثامستيك والهابتك فيدباك فالكنترولر محمس الأجهزة بحد ذاتها محبطة وخاصة أن السيريز اس رح يلغي الأقراص ويكون ديجيتل بالكامل يعني ليش يا مايكروسوفت أحد أكبر إيجابيات أجهزتكم هي الـ Backwards Compatibility ليش عبتلغوا الأقراص وفيه كتير ناس عندهم ألعاب من جيل 360 بيحطوا القرص وبيلعبوا نعم نعرف أنه سياستكم معتمدة بالأساس على Game Pass بس هذا ما هو مبرر لإلغاء الأقراص أبدا السؤال المتكرر الثالث هو عن FSR 3 هل رح تتوفر خاصية FSR 3 على أجهزة الكونسول وإذا توفرت بتكون إيجابية أو سلبية تقنيا نعم FSR 3 مفتوحة المصدر ممكن تشتغل على كل الأجهزة وتوفرها أكيد إيجابية ويش رأيك في الـ FSR 3 اللي أعلنت عنها AMD وهل نحط أمال فيها متحمس لكن مخفض توقعاتي لأنه AMD أعلنت عنها من سنة ولحد الآن ما شفنا غير وعود وشوية عروض بداية ما شفنا تجارب فعلية هالتأخير الزايد احتمال يكون فيه تخبط بتطبيق التقنية أتمنى أكون غلطان وتكون تقنية ممتازة لأنها رح تفيد لكل كونسول بي سي كروت AMD انفيديا وحتى انتل السلام عليكم وعليكم السلام ما رح يكفي تقنية FSR 3 القادمة وهل رح تكون أفضل من DLSS؟ برأيي الشخصي صعب تتفوق على DLSS 3 لأنه DLSS 3 بتشتغل عن طريق المحرك بينما FSR 3 بتشتغل عن طريق الدرايفرات إضافة FSR 3 للإلعاب رح تكون أسهل بكتير لكن على ما أعتقد نتائجها ما رح تكون بجودة DLSS 3 وبكل أحوال حتى DLSS 3 لحد الآن تعمل شوية مشاكل بالصورة فبس ألت تفوق عليها وتكون أفضل بعد سنة كاملة من التطوير؟ ما أعتقد لا هل دقة 1440P بتكون ستاندرد بالسنوات القادمة؟ نعم حالياً الـ 2K أو 1440P شبه ستاندرد وإذا منطلع على Steam Hardware Survey منشوف أنه نسبة شاشات الـ 20P بانخفاض والـ 1440P بازدياد وهذا شيء ممتاز لأنه دقة 2K ممتازة مهم متطلبة مثل 4K حالياً معظم الكروت حتى الاقتصادية بتشغل 2K وخاصة مع تقنيات الأبسكيلينج وبنفس الوقت بتقدم قفز كبير بالوضوح عن 1080P وأيضاً أسعار شاشات 2K صار جداً مناسب حالياً بتحصل شاشة 2K هاير فشريت ممتازة بأقل من 300$ شو رأيك بالشيء اللي قالوه بمؤتمر أبل أنه بتحسن تلعب ألعاب PC للآيفون هل هذا الشيء ممكن على المعالج الجديد A17 Pro؟ صديقي تشغيل ألعاب PC الشيء وقدرة المطورين على نقل بعض ألعاب PC شيء تاني خالص بعض الناس فكروا أوه بجيب آيفون 15 بثبت ستيم وبالعب كل ألعاب PC أنا ما بعرف منين جايبين التوقعات على الأغلب من أبل نعم شريحة A17 مبهرة على الورق واحتمال نشوف بعض الألعاب الضخمة تنتقل للآيفون 15 لكن هالشيء يرجع للمطور لأنه الموضوع بده تعب وشغله تطوير كتير وعلى أغلب الفريمات رح تكون سيئة ولكن كونه تقدر يشغل هيك ألعاب شيء مبهر لكن مرة تانية ما قولت أنه يشغل ألعاب PC بشكل عام هذا تبهير أندرويد باشا هل أركب كرتين 4090 أولا أستنى نسخة T.I يا هلا صلاح أنا فيك حبيب هو كان فيه مخطط لكرت T.I بس التغى على ما أعتقد لأنه الكرت رح يكون مفاعل نووي يعني حتى التسعين العادي بيصرف 450 واط أو بيوصل طرف طاقته ل450 واط يعني T.I كم رح يصرف جاء بالي أخبط كرتين بالتجميع أباس ما لهم أي شغل مجرد شكل هلا صلاح نورت القناة كم من الوزن المطلوب عشان أخذ حامل لكرت الشاشة أو ذراع لكرت الشاشة ما في وزن محدد الموضوع يرجع لمتانة هيكل الكرت في كروت ضخمة وثقيلة لكن فيها هيكل معزز وما بتنحني وفي كروت مش معززة كتير فيها انحناء فالمسألة نظر شوف الكرت إذا فيها انحناء جيب ذراع ما فيه انحناء على أغلب ما بيحتاج لحسن الحظ الكروت الجديدة الضخمة بيجي معها ذراع بالكرتونة بس الكروت السابقة ماكلهم بيجي معهم ذراع ليش المحاكيات بدها متطلبات أعلى بكتير من وصفات الجهاز الأساسي سؤال ممتاز خليني أعطيك مثال بسيط أنا عربي وأنت عربي نحكي مع بعض مباشرة بدون أي أعائق أو تأخير أنت بتفهم كلامي وأنا بفهم كلامك فرضا أنا صيني وأنت عربي بهالحالة لحتى نتواصل بيلزمنا طرف الثالث بيننا اللي هو المترجم هالخطوة الإضافية رح تعقد التواصل بيننا وتزيد الجهد والوقت المحاكيات نفس الشي بالضبط لما تجيب تطبيق أندرويد مثلا وتشغله على ويندوز هالقطعتين ما بيحكوا لغط بعض أبدا تطبيق الأندرويد بيشتغل على نظام مختلف وهاردوير مختلف فهون جهازك لازم يحط عدد طبقات لحتى يحاكي هاردوير وسوفتوير الأندرويد هالطبقات تاخد وقت وجهد وطاقة حسابية إضافية وصلت الفكرة؟ هل تقنية DLSS 3 حصرية على كروت 4000 أو رح تنزل على جميع كروت RTX؟ شكرا انفيديا على اللخبطة والحيرة نعم تقنية DLSS 3 لفريم جنريشن حصرية على كروت 4000 فقط أما تقنية DLSS 3.5 مدعومة على كل الكروت صح الموضوع محير بس لا تحط برأسك أنه 3.5 بعد 3 اعتبر هالتقنيتين مختلفات وما لهم علاقة في بعض أبدا هل تعتقد أن الـ AI رح يستولي على أغلب الوظائف في المستقبل القريب وهل أنت مع هذا تطور أو ضده؟ يستولي على أغلب الوظائف؟ لا ما بعتقد لكن فيه كتير وظائف رح تتأثر يعني أي وظيفة فيها شيء متكرر ممكن استبدالها بالـ AI وحتى أغلب الوظائف رح تتأثر بالـ AI مو مسألة التغى؟ لا رح يصير طفرة بالوظائف وأي شخص ما رح يضم AI لطريقة شغله رح يواجه مشاكل على سبيل المثال حاليا بتروح لطبيب الأسان بدناك تركب درس صناعي الطبيب لازم يأخذ مقاسات ويحط صمغ ومواد وألف خطوة لحتى يأخذ مقاسات درسك وبعدها يرسل المواصفات لمصنع أدراس وبعد أسبوعين لحتى تركب الدرس مثلا مع الـ AI هالعملية ممكن تم بيوم واحد هالشي لا يعني أنه مهنة طبيب الأسنان رح تلتغى؟ لا بس طبيب الأسنان اللي ما رح يطبق الـ AI بشغله رح يواجه صعوبات كتير بدنا حلقة عن الجلوس الصحي وكيف أختار الكرسي المناسب للجلوس الطويل وكيف أقدر أقعد قدام الشاشة بأقل ضرر ممكن عشان أقدر أنجز لوقت أطول وبأقل الأضرار الصحية بالنسبة لاختيار الكرسي ما ممكن أفيدك كتير لأنه اختيار يرجع لطولك وحجمك لكن بالنسبة للطاولة ارتفاعها لازم يكون بين 70 إلى 75 سمتي والشاشة لازم تكون بنفس مستوى نظرك لا تكون مرتفعة ولا منخفضة وأنصحك بشدة تثبت برنامج فلاكس أو فعل وضع ليلي من ويندوز بقل حدة الضو الأزرق من الشاشة وبيخفف الجهد على العين حاول كل ساعة ونص أو ساعتين خذ راحة 5 دقائق اطلع على البلكون شم هواء وتعرض لأشعة الشمس لأنه النظر لأشياء قريبة لمدة مطولة بيأذي العين هل شوف الألعاب تطورت بشكل كبير من ناحية استخدام المعالج وصارت بدها معالجات أقوى؟ بكل تأكيد يعني الألعاب ما قبل رايزن كانت تستخدم أربع أنوية بالكثير لدرجة أنه ما كان فيه فرق بالأداء بين I5 و I7 لأنه الألعاب ما كانت تستغل تعدد المسارات في I7 لكن حالياً معظم الألعاب تشتغل على DX12 اللي بيقدر يستغل تعدد الأنوية والمسارات بشكل أفضل بكثير حسب توقعاته كالكروت الشاشة الجليل القادم بسيعطينا قفزة نوعية في الأداء على ما أعتقد نفس القفزة الحالية ما بين 50% لـ 60% لأنه النقل اللي رح تكون من 5 نانو متر لـ 30 نانو متر يعني قفزة معتادة بس مش نوعية على حسب بعض التسريبات AMD بتواجه صعوبات بمعماريتها القادمة RDNA 4 واحتمال ما يكون فيه كروت فئة أعليا من AMD الجيل القادم وهذا شيء سيء ويعني انفيديا رح تطرح كروت بأسعار أغلى وأغلى للأسف يعطيك العافية عن مجهود الرأي عندي سؤالين الله يعافيك هل الانتقال لـ Higher Fresh Rate أهم أو الانتقال للـ 2K يعني برأيك أيها بيضيف قيمة أكتر للتجربة هل برامج المونتاج تهتم للـ VRAM؟ شوفوا الانتقال من الـ 2K إلى 2K رحيب لكن الـ Higher Refresh Rate بتقدم لك نقلة أمتع وخاصة لو بتلعب ألعاب شوتر سريعة بالنسبة للـ VRAM على حسب شغلك وعلى حسب البرنامج Premiere ما بيهتم كثير للـ VRAM والكارت لكن DaVinci Resolve بيفرق معه الكارت والـ VRAM لأنه كل برنامج بيشتغل بطريقة مختلفة Premiere بيعتمد على المعالج بشكل أكبر DaVinci بيعتمد على الكارت هل هذا الوقت مناسب لشراء التجميعات متابعك من تونس يا أسطورة؟ يا هلا فيك نعم يا جماعة صر لي أشهر بقول حاليا الوقت جدا مناسب للتجميع سوق المستعمل ممتاز وسوق الجديد رهيب وفيه خيارات لكل الاحتياجات هل كلام صار قلتم اليوم مرة؟ هل الفريمات العالية في ألعاب القصة تستاهل تشتري من أجلها بي سي جبار؟ شوف صديقي أنا عندي في سي بأقوى المواصفات وألعاب القصة بأغفلها على 75 فريم فشخصيا لا ما أعتقد الفريمات العالية مهمة كتير بالألعاب الفردية لأنه ما بتعطيك أفضلية مثل الألعاب الأونلاين طالما محصر 60 فريم أمورك بلوز وما بتستاهل تستثمر أكتر لأنه في كتير ألعاب فردية مما هي مصممة لتشتغل بأكتر من 60 فريم أكبر مثال ستارفيلد لحتى تحصل أكتر من 60 فريم لازم تستثمر بقطع غالية جدا فلا ما بتستحق سواء الأخي سنكرا كيف تقترب الشركات إضافة مميزات إلى كروت شاشة حتى بعد إصدار الكرت من عشرات السنوات مثل تقنية FSR 3 من أيام دي لأنه هالتقنيات مثل FSR هي تقنيات سوفت ويرية مفتوحة المصدر ولا تعتمد على هاردوير معين مثل أي برنامج أو تطبيق ثاني على عكس DLSS اللي بتعتمد على الذكاء الصناعي والتعلم العميق DLSS بتشتغل على أنوية مخصصة اسمها تنسر كورز فDLSS تطلب هاردوير معين FSR ما بتشتغل على هاردوير معين بتشتغل على CPU هل بالمستقبل AMD بتصدر كرت أقوى من 4090 أو لا وهل تتوقع AMD تتفوق على انفيديا بلبثوث والستريم مستقبلا أخوك من مصر عبدالله يهل عبدالله إذا تقصد بالمستقبل بعيد أكيد يعني ال4090 ما رح يضل أقوى كرت للأبد التقنية في تطور مستمر سواء من انفيديا أو AMD أما إذا تقصد المستقبل القريب يعني بعد سنة لا ما بظن AMD تطرح كرت أقوى من 4090 أما مسألة تتفوق على انفيديا باللبثوث والستريم هو حواليا كروت AMD 7000 تدعم AV1 انكودر وفعالة جدا بالستريم لكن كروت انفيديا ما زالت لها الأفضلية سواء بقوة الانكودر ودعم التطبيقات لأن انفيديا صار لها سنين تستثمر كتير بهالمجالات على عكس AMD هل تتوقع معالجات AMD المستقبلية تجي بتصميم الأنوية الصغيرة والكبيرة؟ شبه أكيد لأنه كان فيه تسريب من أحد مهندسين AMD يتكلم عن النقطة وأيضا تسريب الأكس بوكس القادم يوضح أنه تقنية المعالجات ذاهبة بهذا الاتجاه هل تعتقد أنري الأنجين 5 رح يغير عالم الألعاب؟ وإذا نعم للأحسن أو الأسوأ؟ نعم رح يغير عالم الألعاب للأسوأ والأحسن بنفس الوقت أنري الأنجين 5 فيه تقنيات بالفعل مبهرة مثل نانايت ولومن وتقنية الموشن كابتشر التلقائية هاي تقنيات خرافية وثورية وأتوقع صدور ألعاب شبه واقعية لكن بنفس الوقت أبتمايزيشن الألعاب رح يسوق وأي هاردوير شبه ضعيف حاليا رح يصير بدون فائدة وأيضا رح نباشر نشوف ألعاب كوبي بيست كتير بما أنه المحرك الشغل عليه سهل ويقدم آسات وأشكال جاهزة رح يصير كسل عند المطورين ويقلل الأبداع واللمسات الفنية ليش أرسم أشكال جديدة طالما المحرك بيقدم كل شي جاهز والشي شفناه بألعاب أنريل أنجين فور حاليا معظم ألعاب أنريل أنجين فور بتلاقيها متشابهة بالمظهر والتوجه الفني على الرغم أن الألعاب مختلفة بالجانرة وحتى من مطورين مختلفين لكن بتلاقي الألعاب يعني بتعصمك مظهرهم نفس بعض هذا هو الكوبي بيست وعلى ما أعتقد هاللظاهرة رح تزيد مع أنريل أنجين فايف أنريل تجميع مستعملة من سوق الجماعة بـ 150 دولار جاري البحث عن هيك تجميعه وهون عندي تعليق على هالموضوع يا جماعة لأنني شفت كثير تعليقات وخاصة على آخر فيديو كيف 3080 كرت متوسط كرت متوسط السعر وليس متوسط الأداء يا جماعة أنا معمت الفيديو لحتى عملت استطلاع رأيي على السوشال ميديا وسألت عن الأسعار بالدول العربية وأغلب الأجوة بيقالوا ما بين 350 إلى 450 دولار أنا إيش ذنبي لو السوق عندك مضروب عندي متابعين من كل الدول العربية وأسعار كل دولة تختلف كليا عن الثانية أنا ممكن أعمل تجميع بأسعار جدا رخيصة بس بشوف تعليقات أوه هالأسعار غير منطقية أبدا يا صديقي هاي الأسعار وهي تجربتي الشخصية إذا أنت ما قدرت حصل الأسعار هيدا ما هو ذنبي يعني حط أسعار أي بلد وأخذ أسعار أي سوق ما ممكن ليش ما في حد يتكلم عن كروز شاشة أارك من إنتل بالوطن العربي وخاصة بعد التحسينات اللي صار بيها طيب يا صديقي اسأل إنتل وين كروت أارك بالسوق وين كروت أارك للمراجعين توفرهم صفر سواء بالسوق أو للمراجعين يعني إذا الشركة اهتمامهم صفر أنا بدي أهتم فيها هل هناك أضرار إذا التجميعها مش موجودة في كيسة ولكن موجودة في كرتونة أو حتى تكون سادة لأني ناوي أوفر فلوس بالكيسة كرت أاركس 580 20 48 اس بي الكرت بحدود السعر 65 دولار الكرت قريبة على أداء الأاركس 580 ما رأيك فيه بالنسبة لكرت الأاركس 580 نسخة الـ 48 اس بي هو حرفياً أاركس 570 أم دي تعمل حركات الغبية بالسوق الصيني بتطرح كروت غريبة في الصين مثل كرت الـ 7900 جي آر إي فنعم هالكرت لو نسخة الـ 8 جيجا بسعر 65 دولار جيد أما مسألة الكيس على حسب لو عندك تجميعة APU فعادي الكرتوني لكن لما يكون عندك كرت منفصل أي هزة بسيطة احتمال تأثر على الكرت أو البورد فإذا بدك تجمع بدون كيس حاول ثبت الكرت بحكام أو حاول ما تهز التجميع أبداً هل الجرافيك عم يصير أحسن بالألعاب أو بالـ Optimization عم يصير أسوأ أهم ستار فيلد للأسف الـ Optimization يصبح أسوأ وأسبق كل سنة يعني فيه ألعاب صدرت من 4 سنين الشكلها أجمل وبتشتغل أفضل من الألعاب الحالية طبعاً فيه ألعاب حالياً رسوماتها مبهرة لكن برفس الوقت Optimization سيئ بشكل عام رأيك بأجهزة الماكبوك وهل لو يدعموا الألعاب يتفوقوا على أجهزة الويندوز؟ يعني سؤالك غلط صديقي هم تقنياً يدعموا ألعاب لكن سياسة أبل الزبالة بالتعامل مع الألعاب المطورين أبل لما أعلنت عن معالجات الـ M1 صرعونا أنهم يقدموا تجربة ألعاب بريميوم هالكلام من 3 سنين حالياً شوف الألعاب المدعومة على الماك تنعد على الأصابع وحتى الألعاب المدعومة لتجربتهم الزبالة الماكبوك جهاز ممتاز لصناع المحتوى وبالأخص صناعة محتوى الفيديو لكن كجهاز ألعاب استخدمه كماوس باد أحسن لك والشيء ما بعتقد يتغير لأن المسألة ليست بالهاردوير وإنما سياسة أبل بذاتها سياسة أبل مع الألعاب الزبالة وبس يا جماعة هذا كان كل شيء في فيديو اليوم زفتكم الفيديو السابق موجود على اليمين فيديو اتكلمت فيه عن كرت متوسط رهيب نعم متوسط 3080 كرت متوسط السعر وليس متوسط الأداء